مرحبت الله وبركاته زي حضراتكم عاملين اي ربي دايما تكونوا بخير ومعينا فيديو جديد وخبر جديد بس ياريت قبل ما ندع خبرنا تش نعمل لايك نشترك في القناة وقبل ده كله نسالة على سيدنا محمد اللهم نسالة على سيدنا محمد خبرنا النهار ده بتكلم عن حفيد ماندلا وزيارته الى الجزائر ورسالته المهمة جدا للجزائر وكمان قال في النهاية خطابه ان هو من المفترض ان هما يحرروا الصحراء الغربية وان اهل الصحراء الغربية يخدوا حقهم ومش بس كده كمان قال ان الجزائر طول عمرها بتعتبر هي البلد الثانية لمندلا والنهار ده هما طبعا بيحبوهم جدا وهم كمان بيحبوهم جدا جدا طبعا لشيك كده عملوا ملعب على اسمه بالتحديد يعني ويلا بينا نشوف الخطاب اللي قام يحفيد ماندلا لنا الشرف الكبير والفخر نحن عائلة ماندلا لتواجدنا هنا بالجزائر البلد الذي كان مضيب يعتبره بيته الثاني نحن هنا بمناسبة الافتتاح الرسمي وتدشين ملعب نيلسون ماندلا بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وهذا يعتبر فخرا وشرفا كبيرا لنا ولكل عائلة مضيبا نيلسون ماندلا ماندلا لم يكن رمزا لجنوب افريقيا وحدها بل لكل افريقيا فقد كان ايقونة تفخر بها كل افريقيا وهذا التشريف اليوم هو تشريف لجنوب افريقيا وللجزائر ولإفريقيا عموما هذا التكريم لموندلا يدفعنا لمواصلة العمل على نفس المبادئ والمواقف التي ناضل من اجلها فقد كان صوتا للأحرار وللشعوب المستضعفة دون ان ننسى في هذا الموقف اخر مستعمرة في القارة الافريقية الصحراء الغربية فيجب علينا العمل على توحيد كل الجهود حتى ينال اخواننا واخواتنا في الصحراء الغربية استقلالهم وسيادتهم على ارضهم نتمنى التوفيق للجميع يا رب العالمين ويكون افتتاح يا رب يا رب كده من افضل الحاجات اللي تمت ان شاء الله حضرتكم عن الف خير في فيديو جديد وخبر جديد السلام عليكم ورحمة